أهلا بكم كشفت وكالة رويترز أن روسيا بدأت في نقل جزء من إمدادات الوقود إلى إيران عبر سكك الحديدية لأول مرة مع إحجام المشترين الدوليين عن التجارة مع موسكو جاء هذا بعدما أدت العقوبات الغربية على منتجات النفط الروسية بسبب حرب أوكرانيا إلى تغيرات في أسواق الوقود العالمية وأصبحت الناقلة تتخذ مصارات أطولة غير معتادة ونقلت رويترز عن مصادر أن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك أعلن العام الماضي خطة لإنداد إيران بالمنتجات النفطية لكن المصادر أوضحت أن إرسال الشحنات بدأ فعليا هذا العام وأظهرت بيانات التصدير أن روسيا صدرت لإيران ما يصل إلى 30 ألف طن من البنزين والديزل خلال الشهرين الماضيين بالقطارات عبر كازاخستان وتركمانستان وقال أحد المصادر أن بعض شحنات البنزين أرسلت من إيران لدول مجاورة منها العراق بالشاحنات هذا تعزز روسيا وإيران علاقاتهما لدعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات الغربية حيث تخضع إيران لعقوبات غربية منذ سنوات ووصولها إلى الأسواق العالمية محدود ونقلت رويترز عن متعاملنا في السوق المنتجات النفطية في وسط آسيا أن إيران دولة نفطية ولديها مصاف لتكرير لكن استهلاكها تجاوز أخيرا ما تنتجه محليا من الوقود خصوصا في محافظاتها الشمالية وتركز شركات النفط الروسية على تصدير الديزل والبنزل لإيران عبر السكك الحديدية لأن الصادرات بحران تخدع لأسعار شحن عالية ولأسقف السعرية الذي تفرضه دول مجموعة السبع وقالت المصادر أن تصدير الوقود بالقطانات يواجه مشكلات تتعلق بالخدمات اللوجيستية بسبب ازدحام الحركة المرورية على السكك الحديدية هذا في سياق المتوصل انخفض سعر النفط العراقي المتجه إلى الهند خلال شباط فبراير بعدما أدى تدفق المستمر الخام الروسي الرخيص الثمن إلى تقويد البوردين الآخرين وبلغ متوسط سعر بيع النفط الخام من العراق إلى الهند نحو 76 دولار للبرميل في حين يبلغ متوسط منافسه الروسي نحو 72 دولار وبرزت الهند والصين كمستوردين رئيسيين للخام الروسي بعد أن تجنبه مشترون دوليون بسبب الحرب في أوكرانيا وكان النفط السعودي هو الأغلى لمصافي التكرير الهندية بمتوسط سعري يبلغ نحو 88 دولار شهر فبراير أعلنت شركة إناجاز الإسبانية المسؤولة عن نقل الغاز الطبيعي عن ارتفاع كبير في إمدادات الغاز الروسي الذي استوردته إسبانيا خلال الربع الأول من العام الجاري وقالت الشركة أن معدل زيادة بلغ نحو 127% بالمقارنة مع الفترة ذاتية من العام الماضي ووضحت أن إسبانيا اشترت في الربع الأول من العام ما يعادل أكثر من 17 ألف جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي المسالي من روسيا بينما كان حجم الواردات قبل عام يبلغ نحو 7600 جيجاوات ساعة وبذلك تحتل روسيا خلال هذا العام المركز الثالث بعد الجزائر والولايات المتحدة في قائمة الدول التي تزود إسبانيا بالغاز الطبيعي أعلنت شركة سنتراك الجزائرية للطاقة عن ستة اكتشافات في مجال النفط والغاز وأشارت الشركة إلى أن هذه الاكتشافات جاءت اعتمادا على مجهودها الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري وكانت سنتراك ذكرت في وقت سابق أنها ستنتج 200 مليون طن من المكافئ النفطي وهو رقم لم تصل له منذ عام 2010 يذكر أن الجزائر كانت قد حققت سبعة اكتشافات نفطية خلال العام الماضي نبقى مع أخبار الطاقة حيث ارتفعت أسعار نفط اليوم مع ترقب تقرير إدارة معلومات الطاقة هذا اليوم بالإضافة إلى تقريرين هذا الأسبوع الأول هو تقرير الشهر لأوبايك والثاني لوكالة الطاقة الدولية وكل هذه التقارير تعطي صورة لتوقعات السوق على المدى القريب والمتوسط خام برنات يسجل مكاسب 13 في المئة يبقى بالقرب من 84 دولار ونصف دولار لبرميل صباحا ارتفع بشكل طفيف حيث لا مسى تقريبا مستوى المقاومة عند 85 دولار للبرميل وهذا بعدما تراجع بالأمس بنسبة واحد في المئة عقب مكاسب أسبوعية جيدة وصلت الأسبوع الماضي إلى 5% بدعم من قرار أعضاء في أوبايك بخفض الإنتاج بأكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم وتراقب المستطبيرين لبيانات التدخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على مصار رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل السعر الذهب مرتفع بنصف في المئة تقريبا والأسعار الآن تهبط قليلا دون مستوى الألفي دولار للأقية لكن خلال التداولات شاهدنا كسرا لهذا الحاجز خلال منتصف الجلسة والمعدن هذا سجل بعض التراجعات بواحد في المئة خلال جلسة الأمس تواصل العملة الرقمية بيتكوين مكاسبها مع إقبال المستثمرين عليها بعد أزمة المصاري في الولايات المتحدة الأمريكية تبدو لهم أكثر جاذبية كما أنها توفر بديلا للتمويل التقليدي سعر بيتكوين كسر حاجز المقاومة عند 30 ألف دولار مع ارتفاعا بأكثر من 3% خلال تداولات اليوم وهذا لأول مرة منذ يونيو الماضي تقريبا كما نشاهد لأول مرة يتجاوز مستوى 30 ألف دولار وبالتالي نتحدث عن مكاسب قوية خلال العام تقريبا 28 في المئة وقفز بنحو 80% منذ مطلع العام الجاري وبالتالي تعاوض بيتكوين معظم الخسائر التي منيت بها لكنها تبقى بعيدة نوعا ما بنسبة 50% تقريبا متراجعة بالمقارنة مع أعلى مستن وصلت إليه في عام 2021 في نوفمبر عندما لامست مستوى 61 ألف دولار بهذا نختم جولة الاقتصاد شكرا على المتابعة